لسه مع حضراتكم مكملين لقاعتنا مع خبراء الزراعة اللي شاركوا في منتدى أجري أكسبو دلوقتي هنقابل المهندس الشاب سامح أحمد رئيس شركة نبأ للأسمدة والمبيدات واللي بيتجه للتصنيع المحلي وهيكلمنا عن مركبات مكافحة أثار التغيرات المناخية ورفع مناعة النبات اللقاء مهم شايف عندك مخصبات ومغزيات للزراعات المصرية ومختلف المحاصيل تعمل فرق وكمان عجبني فكرة أن احنا بندور على المشكلة وندور على الحل بتاعها نظبوط عايزة فهم بالرواحة كده عارض الأول نبأ نشعة إمتى وأتعرب عارضك احنا شركة نبأ شركة حديثة في السوق كاسم نبأ للحلول الزراعية إنما احنا خبرة قديمة بقالنا 17 سنة ومعنا الأستاذ الدكتور يوسر عافية ومعنا أصدقائنا الاستشاريين والمهندسين اللي شغالين معنا في التسويق وفي الدعم الفني برضو خبرة بقالنا 10-12 سنة في السوق من هنا عملنا شركة نبأ للحلول الزراعية ليه للحلول الزراعية؟ عشان قاطر التغيرات المناخية جزء كبير جداً جداً من السوق الإصابات الحشرية والإصابات الفطرية التغيرات المناخية عملت طفرة كبيرة جداً في الإصابات وفي الموبيدات اللي موجودة وفي التصدير لأوروبا وتصدير للدول الخارجية حبينا نعمل حاجة نحل بيها المشاكل الزراعية ابتدينا دلوقتي بالظروف الجوية بدأنا نجيب مقاومات الإجهاد سواء كان إجهاد برودة أو حرار أو إجهاد حراري أو إجهاد ملحي أو ملحي صح تمام؟ اهتمينا بمراكبات الطحالب البحرية والأحماض الأمانية اهتمينا برفع مناعة النبات من مراكبات فوسفور وبوتاسيوم مراكبات الفوسفايت كلها سواء كان مع بوتاسيوم مع زينك مع منجليز الفوسفور ليه؟ السنة دي كل مؤتمة أو بالفوسفور طاقة طاقة هو الطاقة تمام؟ الطاقة والمناعة بتاعت النبات أنا أقول لحضرك إحنا بنسجل دلوقتي مجموعة مراكبات أسباني وألماني وهندي بخلاف مراكباتك المصرية بخلاف المراكبات الموجودة معنا إحنا كل المراكبات الموجودة حالياً معنا دلوقتي كلها مستوردة تمام؟ إحنا لسه دلوقتي بنسجل بنعمل إنشاءات في مصنع وبنسجل مراكبات مصرية إن شاء ما من أول مشاهدات تسجيل تطلع عزين مصري عندنا التبرات ومعاكس الشريين بالضبط لا الحمد لله شفر الله ده جزء الجزء التاني المبيدات الحيوية اسمح لك بالاستراد لغاية لما تخلص مصنعتك بالضبط هو ده جزء نبدأ به ننزل به السوق إنما أول ما نخلص المصنع هنشتغل شغل محل ومرجعية المراكبات الحركة هتصنعها في مصر ايه بقى خبرة أسبانية وهندية يعني هبقى معاك خبراء خبراء أسبان ومركباتهم وتتصنع في مصر هانا المراكبات اللي موجودة في السوق هارك مسجلها مسجلة كلها المراكبات اللي موجودة كلها مسجلة احنا دلوقتي التغيرات المناخية بهدلة الزرع بشكل كبير جدا مواقع اللي احتلها السعيرة فراولة اللي ما بتطلعش عايز أفهم منك حاجات دين وجيهها ازاي العالم لا حلول ولا لا لابدأنا ندخل دلوقتي السلسل كاسد في جزء كبير من المراكبات ده ليه ويرفع منعات النبات ويسبت المغزي أو المبيد لفترة كبيرة جدا في التربة ده في التغذية معنا في المكافحة أستاذ الدكتور يسري عافية هو أستاذ الدكتور مكافحة في المركز القومي البحوث والله عندنا مشكلة كذا دكتور عندنا مشكلة في الزبابة عندنا هو كمسك الكنوز المدفونة بالضبط كله بنتاج للعلم اللي احنا افتقدناه السنين اللي فاتت كلها عشان خاطر نبدأ من حيث انتهى الأخرون فبنساعد المزارعين ان احنا نوفر له جودة كويسة عشان خاطر يصدر عشان خاطر نجيب والمبيدات ما تسبش متبقيات تسبب لنا مشاكل في صادراتنا عندنا نوعين من المبيدات دلوقتي معنا في نبأ مبيد نيماتودا حيوي BHI0 وMRLZ اللي ايه لانه عبارة عن مجموعة زيوت زيوت نباتية كلها ده بنحقنه للنيماتودا ومبيد تاني بنرشه عشان خاطر زبابة الفاكهة اللي هي المشكلة الكبيرة اللي احنا ما بنلاقي لهاش حل في الوقت ده ما بننفعش ان احنا نرش مبيد مبيد كمهو